اشتركوا في القناة 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 مركبات المتوقفة أيضا الباع المتجولي اللي نزدون إلى نهر الطريق فهي مفارد نجادة في تنظيم حركة السير المر وأيضا استيعاب هذه الكثافة أيضا ناخد تقاطع وساحة أخرى تقاطع المثنى الموقف بدأ يتحسن عندنا في تقاطع المثنى صباح الباقي لبعض الكثافة المر لكن الموقف بدأ يتحسن الخط السريع باتجاه تقاطع المثنى الأندلس باتجاه تقاطع المثنى وردنا على موضوع مهم جدا أنه حاليا السير اللي يجي من الأندلس تقاطع 52 عبورا من جسر ملعب الشعب وصولا إلى تقاطع حماد تسويق النفطي تقاطع العمال أصبح السير سالك بعد انتهاء العمال المرحلة الأولى في جسر تسويق النفطي السير سالك بإمكان المواطنين أن يأخذون هذا السير حتى ما يصير زخم ولود على السير الموازي الطريق الموازي اللي هو من جسر الجمهورية باتجاه ساحة التحريب باتجاه الطيران باتجاه قرطبة باتجاه تقاطع فلسطين الموال النخين هذا السير سالك يمكن أن يوازنون بين الطريقين حتى ما يصير كثافة في طريق واحد نقدر تقاطع مثلا الموقف جيد حاليا في الوقت الحاضر أيضا نقدر تقاطع وساحة أخرى جاء اللاحظ مجمع الكليات من قطن الطب باتجاه مجمع الكليات بعد الكثافة مثل ما حدثنا بيها بسبب عبور الطلبة لكن الموقف جيد نقدر نقول عليه باتجاه الخط السريع باتجاه تقاطع الفنون هذه المركبات يعني نعرف أنه عبور الطلب بدون جسور عبور المشاة هي هذه المشكلة اللي بعض جاء نواجه لكن أي عرق اللي في حالة تسير المرور ما عنا فيه تقاطع مجمع الكليات أيضا نقدر تقاطع آخر إذا جاي اللاحظ حاليا ساحة أنتر انسيابي متحقق في ساحة أنتر من جميع اتجاه من جامع النداء باتجاه ساحة أنتر باتجاه الدلال باتجاه راس الحواش الموقف جيد جدا حاليا في ساحة أنتر أيضا ناخد تقاطع وساحة أخرى ساحة المقاتل إذا جاي اللاحظ بعض الكثافة المرورية اللي عندنا موجودة حاليا في ساحة المقاتل باتجاه باب معظم ساحة الخلفاء بعض الكثافة المرورية باتجاه مدينة الطيب جسر باب معظم كثافة مرورية موجودة عندنا نعرف أنه بحاجة إلى باركات في هذه المنطقة لأن بحقيقة حتى أكون مشكلة جاي الصر عندنا إلا مفارزنا التابحة أنه بعض السواق المركبات الأجرة يعني في داخل النفق داخل النفق يروحون يتوقفون حتى يعني يسووا قراج للأسف لكن مفارزنا معالجة لهذه الحالة وسطتنا عدة مناشدات هذه الحالة تمت مفارزنا بالسيطرة على هذه المرحلة نتمنى من الأخوان لنسائقين المركبات الأجرة يبتعدون عن هذه الظاهرة أو قراجات للنقل العام موجودة ماكو داعة أن ينزل إلى النفق بعيدا عن أفضار المرور وسبنا عرقلة في حاكة السيار المرور هذا الموقف المرور الحالي نحب أن نوجه المواطنين إلى تعليمات مديرية المرور العامة الكل يعرف أن مفارزنا بدأت في بغداد وباقي المحافظات وبتوجيه السيد معالي وزير الداخلية المحترم بحز المركبات التي تصدر أصوات عالية وهنا نقصد أصوات المركبات المحورة نعرف أن هناك بعض الأخوان مركبات تصدر أصوات عالية سبب أرباك المواطن السبب بزعاج لدينا كبار سن فلذلك بدأت مفارزنا في بغداد وواقع المحافظات بحجز هذه المركبات ونقصد بها المركبات المحورة اللي بعض للأسف بعض سائق المركبات يتقصدون يحاولون مركباتهم حتى تصدر أصوات عالية بثقبون الصالنصة وواسطة جهاز مضخم مفارزنا بدأت بالحجز والغرامة لذلك نوجه سائق المركبات بالابتعاد عن هذه المخالف حتى يتعرضون المحاسبة القانونية هذا الموقف المرور والتعليمات وديرة تلمون العامة أبا زينة بذار إذا عدتكم أي استفسار أنا حاضر طبعا شكرا لهذا القرار اللي نتمنى أنه يطبق بكل تفاصيل أو حذافير مقدم حيدر بعض المواطنين يشتكون بأنه تجيهم وصولات غرامة في مناطقهم أصلا مواصلة بسياراتهم من ضمنهم زينة يعني جايها وصل غرامة من منطقة هي أصلا ما رائحة لها يعني إذا تقصد غرامة موقوف ممنوع فيا أبا دار نحن نحن في غرامة موقوف ممنوع على استقاف المركبات يتم وضع الغرامة على زجاج المركبة وأكيد هاي غرامة موقوف ممنوع إذا مخالف أي مخالف أخرى لازم يستوقف سائق المركبة وتوجيه السيد مدير المرور العام أنه يستوقف سائق المركبة ونعطيه الغرامة لكن هناك بعض المخالفات اللي مثلا هي على امتثال الإشارة الضوية وعدم امتثال الإشارة رجل المرور يعني حقيقة نحتاج إنهاء كل وعي من سائق المركبة أنه ما يخالف هذه المخالفات حتى ما يتعرض لمحاسبة القانونية لكن في حال أنه هناك غرامات على مركبات في غير محل تواجد هذه المركبة إحنا كمديرية مرور العامة وكل يعرف أن توجيه السيد معالي وزير الداخلي المحترم والسيد مدير المرور العام هناك مقابلات للسيد مدير المرور العام في حال وجود أي شكوى من قبل المواطن إحنا حاضر أن نستقبله وتم الشكوى بشكل أصولي لكن نتمنى أيضا المواطن أنه يتعاون مع أخوانهم رجاء المرور نعم شكرا للتوضيح المقدم حيدر محمد ولتوضيحك أيضا الموقف المروري في بغداد شكرا